احد المواضيع المحيرة اللي بيسأل عنها الشباب لو ربنا امر بأمر معين وانا مش مقتنع بيه ودورت في العلم على حاجة تثبت ان الامر ده صحيح او ليه فايدة معينة وما لقتش اعمل ايه؟ بص اولا لو انت محتار في حاجة في الدين لازم تروح للمتخصص في الدين ولازم يا شباب نحترم الدين انه علم واذا كنا نستحي ان لو واحد عنده سؤال في الطب يسأل واحد تاني غير طبيب عيب نعمل كده انا بضر نفسي عندي اشكالية في حاجة في البناء في الهندسة اروح للمهندس فياجب ان احترم الدين فاسأله اهل الذكر يعني اهل التخصص لان لو انا حيران في امر من اوامر ربنا ممكن اسأل واحد غير متخصص يحيرني اكتر فانت بتروح للعالم وعندك كذا اختيار تقول له يا مولانا انا مش فاهم حديث شاوروهن وخالفوهن ده مش مقتنع به فيقول لك يا ابن الحديث ده موضوع النبي ما قالش الكلام ده خلص الموضوع تحلت الاشكالية ان احنا نشاور الستات ونسمعش كلامه كأن ربنا بيتكلم ان الستات ما عندهاش عقل وسيدنا النبي ما قالش الكلام ده خلصت الاشكالين اللي انت مش مقتنع به او تقول له يا مولانا انا مش مقتنع بنت تقول له سيدنا النبي عليه السلام بيقول من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه فعلى أمر إلا متفعله تكن فتنة في الأرض وفساد عريض يقول لك يا بنتي دينه يعني دينه وأخلاقه يعني عشرته لأن بنت خايفة ترفض العريس صاحب الأخلاق والدين لحسن تكون بتكسر أمر النبي وبتتبطر على نعمة ربنا فربنا يعقبها ما يجلهاش عرسان فالشيخ يقول لها لا خلقه يعني عشرته حس بانجذاب لي طريقته زي كلامه وشبه كلامك مستوى الاجتماع المتقارب هي دي العشرة فتطلع من عنده هاي مقتنعة فهمة علة النص فهمة حكمة النص فهمة معنى النص لكن الحيرة الكبيرة عند الشباب لما يروح يسأل عالم من العلماء والشيخ يقول له هو كده ربنا قال كده في القرآن أو سيدنا النبي قال كده عليه السلام في السنة الصحيحة زي إن واحد يسأل عالم من العلماء هو ربنا حرم الدهب على الرجال ليه فقل له يا ابني النبي قال كده عليه السلام مسك الحرير والدهب وقال هذاني حلال النساء أمتي محرم على رجالها فربنا قال كده فيقول له بس فين العلة يقول له يا ابني والله النصوص عندنا في الشريعة معقولة المعنى وغير معقولة المعنى في نصوص لها علة لما تيك تسأل هو التاتو حرم ليه فيقولك لأن فيه دأ بيطلع دم والدم عندنا احنا كمسلمين نجاسة والنجاسة دي ما ينفعش ما يماشي بيها فما ينفعش التاتو بتاع الدق ده مش قضية تغيير خلقة ربنا هو الحكم كده عندنا البنت اللي عايزة تعمل التاتو تبقى تعمله زي الحنة أو حجم اللي هي بتروح الفقه هقاله كده ففيه علة هنا لما تفهم العلة تفهم آه ده معقولة المعنى لكن لما واحد يروح يسأل عن لحم الخنزير فيتقاله لحم الخنزير حرام في سلطة الماء ده مشهورة الآية فالنهاردة طيب يقوله ليه فواحد يقوله علشان بيعمل مرض معين يقوله لأ العلم أثبت أنه ما فيش مرض ولو طلع مرض وطلع له دواء ناكل طب لو الدهب قالوله أنه مضر وطلع له دواء نلبس دهب مثلا يعني فالله لا يا ابني ده ربنا حرم ده في القرآن وحرم ده في السنة على لسان النبي غير معقولة المعنى تعبودية ليه الفجر الساعة 4 الصبح ربنا قال كده تعبودية غير معقولة المعنى ليه الكعب على شمالي وأنا بطوف سبعة مش ستة ليه غير معقولة المعنى ليه الركوع كده وشمعنا ركع وسجدتين ربنا قال كده وسيدنا النبي صلى كده عليه الصلاة والسلام هنا القرار القرار فين إما سمعنا وقطعنا لو اتأكد إن ربنا قال كده وسيدنا النبي قال كده فهمت العلة الحمد لله ما فهمتش سمعنا وقطعنا هو ده منتهى المسألة دي لأن في بعض الأوقات قد يختبطنا رب العالمين بأوامر تعبودية ممكن في المستقبل العلم يكتشف ليه غلط أو حرام بس من أول سيدنا النبي لغاية ما يكتشف العلم غلط أو حرام ليه الموضوع ده كل الأجيال دي المفروض لو تأكدت من ثبوت النص إن الله قال كده وإن ربنا سبحانه وتعالى أشار بوضوح للموضوع ده أقول له حاضر سمعنا وقطعنا أنا كده أسمي عبد لو قلت له لا أيب أنا قلت له لا ببساطة عشان نقطع بس الحيرة في الموضوع قلت له يا رب أنا أنت قلت حاجة ما دخلتش دماغي وأنا مش أسمع كلامك إلا ما تخش دماغي الأول ببساطة عشان ما نحترش يا شباب في الموضوع ده أو أقول له سمعنا وقطعنا وأشكرك يا رب أنك أنت وصلت لي أصلا كلامك فالحيران في دليل أو في حكم مش مقتنع به عنده إما الحكم ده مش موجود وإنت كويس إنك ما اقتنعتش به هو أصلا مش موجود وديك عرفت المعلومة أو مش فاهم الحكمة من وراء ولما سألت المتخصص قال لك فعقلك نور ما بقتش حيران أو ربنا قال كده وإحنا بنقول له سمعنا وأطعنا تمنى الخلاصة دي تكون واضحة لكل حقر شكرا لكم